بنجدد باعتنا لدولتنا بنجدد باعتنا لدولتنا لأمتنا لوطننا احنا مش بنبايع اشخاص بنبايع وطن فبنقول ان احنا معاك يا سيدي يا رئيس الوزراء في ما تقوم به من جهود ومن اصلاح ومن مشاريع ومن سعي ومن دأب لاصلاح حل هذا المجتمع وللحفاظ على احترام وحدود هذا الوطن وعلى رفاهية شعبه وعلى توفير كافة المقاومات الانسانية المطلوبة الحقيقة والسيد الرئيس الوزراء بيتكلم الحقيقة صرحت انا والسيدة الزملاء من العلماء ولقينا جماعة حاجة خطيرة جدا لقينا يعني فعلا ان احنا بنزيد كل سنة قد دولتين يعني في دولة كل تعدادها اه والله مش كده كل دولة كل تعدادها ستمائة الف واحد ودولة تانية تعدادها سمعمائة الف واحد احنا بنزيد دولتين كل سنة تلت دول كمان يعني فطبعا الحقيقة لقينا ان موضوع ده من اهم اسباب الازمدية الخطاب الديني انا اسف الخطاب الديني يقع علي لانه بيمثل الخطاب الديني نعم يعني الخطاب الديني جزء في هذه الازمة لان طبعا طبعا غياب الخطاب الديني الواعي ايوا هو الذي سبب هذه الازمة لا وضح لي اكثر ازاي يعني يعني حكاية تنظيم الاسرة تنظيم الاسرة التحكم في المواليد بين المؤيدين والمعارضين بين المؤيدين والمعارضين المعارضين بيحتاجوا بايه بشبهات ومن ادلة فهموها غلط من احاديث او ليه ايات عن اعناقها او تأويل ايات قرآنية عن غير مقصودها او الاعتماد على اقوال علماء او شيوخ في ظروف مختلفة في ازمينة مختلفة في اماكن مختلفة لان انت لو حضرتك عايش في دولة عدد سكانها دولة عايش عدد سكانها خمسمائة الف نسمة نصف مليون او يعني شارع في شبرة بالنسبة لنا او الله شارع في شبرة بالنسبة لنا تمام لا شك الشيخ اللي هناك اه الشيخ المشهور الفلان الفلاني اللي بيخطب خمسمائة لما حيدعو الناس حيدعوهم الى زيادة النسل ولا الى قلة الناسل لا اكيد الى زيادة النسل سمعت وقرأت قبل ما اجل حلقة ان الرئيس الروسي بوتين اعلن عن مكافأة مليون روبل ولا مع العملة الروسية مليون للي يقدر يوصل في الموليد لعشر اولاد لكل عصر يا سلام اي والله اللي يجيب عشرة ياخد مليون ماذا واخد بحضرتك كان زمننا اغنية ده احنا الكلام ده بالنسبان ايه باسمك ده على التسليك السنان الموضوع يختلف من بلد لبلد ومن ظرف لظرف ومن حال الحال بالضبط كده في بعض الدول يا سيدنا ظروف الاقتصادية تسمح بزيادة السكانية وفي نفس الوقت هم عندهم قلة في عدد السكان يا مشكلته في قلة عدد السكان فده لازم يزود في دول تانية زينا احنا عندنا وفرة ما شاء الله من العدد السكاني احنا 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 بالتصدير فانا بقول ان فعلا يا جماعة الفتوى اذا كانت تتغير بتغير الزمان والمكان ما تجيبش فتوى مستوردة وتفرضها علينا اهلوا مكاتة ادرى بشعبها الكثرة لسيدنا النبي كان يقصدها الكثرة النافعة تناكحوا تناسلوا تكثروا فاني مباهن بكم الامم يوم القيامة سيدنا نبي يقصد الكثرة النافعة مش الكثرة وخلاص هل العبر ان انا نجيب اولاد كتير وان احنا نبقى عدد كتير جدا جدا وامة غير نافعة ولا سيدنا نبي يقصد الكثرة المقيدة بالنفح طب اذا انتفى هذا القصد اذا انتفى النفح هل يبقى مازال الكثرة موجودة لا طبعا